من جديدة كل التحيات لكل مشاهدين ومشاهدة متابعي شاشة تقناة النادى الاهلي في كل مكان يوم بداية الحلم ويوم من أهم الأيام في تاريخ كل من ينتمي لمنظومة النادى الاهلي سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي الوزير الدكتور الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلي مع الوزير برحب حضرتك على شاشة تقناة النادى الاهلي أريد أن أخذ العنوان الرئيسي شكرا فخامة الرئيس عفتاح السيسي على دعمك لكل من ينتمي لمنظومة الرياضية أكيد الحقيقة يمكن الملفات على فكرة مش على المنظومة الرياضية بس على مستوى كل الملفات المصرية الحالة التي تتحقق على الأرض والشغل والاجتهاد والتخطيط والتركيز والتفاعل الموجود على كل المستويات الحقيقة لا في جهد القيادة السياسية بتفزيله واضح أنه أكثر من متميز حاجة ما شاء الله وفي رؤية واضحة وفي حلم وفي شغل وفي تخطيط ودي نقطة مهمة جدا في ترابط في ربط المحافظات ببعضها للتحركة على ملفات جديدة لا كل الشغل الحقيقي فحقيقي شكرا فخامة الرئيس حقيقي على كل الملفات التي تتعامل على مستوى الملف الحياة الرياضية أنا شايف أنه فيه تطور كبير جدا وفيه واضح أنه فيه دعم وفيه تعليمات صدرة واضحة بدعم الملف الرياضي بقوة على مستوى كل المؤسسات الرياضية على مستوى الدولة وعلى مستوى الإنشاءات الجديدة والشغل والتحركات الجديدة اللي بتتم على الأرض لا فيه جهد كبير ما شاء الله معالي الوزير النهاردة بتضع حجر الأساس لبند من أهم البنود أو الوعود اللي كانت موجودة في برنامج عائلة الندلالي اللي تم تحقيقه بنسبة تتجاوز 99% بص خلينا أقول أنه الكصة مش في وضع حجر الأساس قدم الكصة فيه البدء في الخطوات الجديدة على الأرض يعني أنك تبتلي تاخد الترخيص وتاخد الموافقات وتاخد الارتفاعات وتاخد الكلام ده كله دي كانت خطوة مهمة جدا 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 تاخد مخططات وموافقات مرورية موافقات إنشائية موافقات في التصميمات موافقات في كل حاجة هنبدأ بقى على طول زي ما كابتن محمود أعلانا هنبدأ على طول إن شاء الله بإذن الله فيه استشاري عالمي بقى موجود وتبدأ التصميمات تطلع وتظهر وتشتغل إن شاء الله بإذن الله تتحرك وهنبدأ على طول إن شاء الله وكلنا تركيز في إن إحنا بحطينا بداية قوية على الأرض وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين تكمل على خير إن شاء الله معالي الوزير يعني فيه نقطة في الكواليس الناس ما تعرفهش يعني في بعض المشاريع اللي كانت محطوطة في البرنامج جالة النادي الأهلي كانت على مدار السنوات اللي فاتت أو المجالة السابقة ما كانتش بتتمي كانت بتبقى موجودة بس لكن ما بتتمش على أرض الوقت الفترة دي والولادي شفنا مشاريع كتير بيتم إنجازها شفنا مشروع باركينج مدية ناصر واحد من أهم المشروعات نهاردة حلم الإستاد فرع التجمع كلها أمور تحسب ليكم كمجلس قدرات النادي الأهلي خلينا أقول إن كل مجالس درات النادي الأهلي بطبيعتها بتشتغل وبتشتغل على الأرض وبتبزل مجود كبير فشكرا لكل مجالس درات النادي الأهلي السابقة الحقيقة أنت يكون إن أنت مركز بطريقة مختلفة أو ظروفك خدمتك كأن كمان في ظل دعم القيادة السياسية فده بيقى ملف مختلف فيمكن ده جزء مهم جدا إن الرياضة محطوطة على مائدة زي ما بقوله القرارات أو مائدة الدعم بشكل عام فبالتالي بتبقى فيه نوع من التسير في الموافقات بعد ما بتكون خط بقى طبعا كل إجراءاتك الطبعية يعني إحنا بقى لنا فترة كبيرة الحقيقة بنشتغل على الملف الترخيص والإجراءات وكلام ده كله يمكن عملناها في فرع التجمع كمان لما نجحنا إن إحنا نبدل الأرض وبنشتغل وإن شاء الله بإذن الله يكون فرع النادي الأهلي في التجمع إن شاء الله قريب كده على شهر تمانية إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه يعني افتتاح بإذن واحد أحد للمرحلة الأولى نفس القصة في فرع زايد هنا الحقيقة برضو بنعمل 30 فدان إضافة لل30 فدان اللي فاتوا اللي احنا عملناهم اللي اتعملوا أيام المجلس السابق وبرضو إن شاء الله بإذن الله خلال شهور هيتفتتح يمكن استادل أهلي جزء من أرض 127 فدان في زايد يمكن تحددت أماكنها واتقدت موافقاتها كلها وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين نبدأ على طول فورا إن شاء الله بإذن الله خير معا للوزير الخطوط المتوازلة بيصير فيها النادي النادي أهلي ومجلس إدارتهم مع الدولة المصرية شايفت إزاي خصوصا أن أنت بتحلم بإيه ومجلس إدارة النادي الهلي إيه اللي بيبقى له تاني من الأحلام؟ لا بتحلم بحاجات كثيرة يعني بتحلم بأن النادي الأهلي يبقى له ملفات عالمية يبقى له ملفات صناعية اقتصادية إنشائية يبقى مؤسسة اقتصادية قوية جدا مؤسسة صناعية كمان قوية جدا يبقى عندها تمتلك مصانعها ومشاريعها وأفروع بتاعتها في كل الاتجاهات يبقى لها جزء ممكن يدخل في الاستثمار العقاري في الفترات القادمة يعني لا في ملفات كثيرة الحقيقة بتدرس وبتناقش على كل الملفات انت بتعمل عايز تعمل كيان قوي جدا 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 شكورك مع علي الوزير والتوفيق دايب الله يخليك فاني مرسيز زوعك الله يخليك عزيزي مشاهدين متابعش أشتاء قناتنا دليل في كل مكان ده كلقنا مع علي الوزير العمري فرون إبريس مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم الحلم من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو